يا سمو الأمير مرة أنا زرت قصر غرناطة وكان معي بعض الشباب الذي نعيشونه فقال لي واحد والناس منبهرة بالذي يرونه من الترف والرقي وكنت أقرأ بعد ما يكتب على الجدران واحد ألماني ممن يقولوا تعرف تقرأ هذا الشي مستغربة كيف أقرأ على الجدران وعربية قلت هذا فمعي شباب يقرأ ورقة عينهم بالدموع يبكون على الماضي الذاهب واحد عراقي أحسبوه عراقيا أنا كنت بجلابتي هناك وكان الجو باردا فكان عندي سلها مثل بورنوس فنظر إلي ووجد منظري مناسبا للمكان الذي نحن فيه فقال لي أنت من بقايا الزمن الجميل من بقايا الوعاء من بقايا الوعاء أيام جماله فأنا قلت لهم أنتم الآن ما رأيتم إلى الجدران هذا هو الذي ترون كيف تظنون الأثاث الذي كان هنا كيف تظنون لباس هؤلاء القوم كيف تظنون حديثهم كيف تظنون جواريهم وإيماءهم وخدمهم وأنتم الذين ما رأيتم إلى الجدران فقط ومنذ وعيتم وهذه الجدران لا تملكونها انظروا حسرتكم كيف تظنون حسرة من كان يعيش هنا وقيل له خج هذا شيء ما يصعب على التصور وأنا كنت أتسائل دائما كنت أتسائل لماذا الأندلس تلك القوة يتسلط عليها قوم جهلة جهلة الأندلس أرقا شعوب الأرض في ذلك الزمن في العلو والمعارف والحروب لماذا؟ وجدت جواب هذا السؤال عند أبي العباس القرطبي شارح مسلم شارح مختصر مسلم وهو مات في مصر ولم يذكر في الكتاب كله شيئا عن الأندلس وهذا في غاية الغرابة أن البعيد لا يبث شوقه إلى بلده دائما أستغرب الشيئ لأنه وجدت شملة وذلك الوقت هو في أواخر تسلط النصارى على الأندلس قال إنما ذلك لشيوع الفواحش منهم بالإجماع قال من شبانهم بالفعل ومن شيوخهم بالإقرار لا تأمن الفروج لا تأمن الأموال في بلاد المسلمين في الأندلس قال فسلط الله عليه مع دوهم كذا ذلك تسليط إلى أن أزالهم بالكلية ترجمة نانسي قنقر